اشتركوا في القناة كنت حاسس ان هو انسان مش طبيعي ايه دي موالي عليا عشان اعرف اتكلم معاك وكمان السادة المشاهدين شايفينك وعايزين يعرفوا منك الحقيقة ما انا مش ممكن اصدق ان زاكي جوز يكون الوحش ده زاكي طيب وابن حلال وفي حاله عمره لا كره حد ولا از حد ليه الناس بتقول عليه كده طب وانت يا حبيبي رأيك ايه قول ما تخافش ريت ابويا يكون هو الوحش ويبا زايروكي فاندام وبوسلي اصعد الله بتباسع بكل مية مية يا زين الرجال مساء الفل يا ريس نوارت بيتك ومطرحك يا سبع الليل مية ميت موسيقى 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 تحية العم المعلمين أبو رجال أبو رجال والأحمر أبو رجال أبو رجال تشتر أحمر أبو كحاشني قوي يا رضا وأنا كمان يا ماما أنا مش عارفة إيه اللي بيحصل لنا ده حتى يستق يا ناس حتى يستق زاكت طيب يتعمل فيه كده رضا أبوك طيب يا حبيبي ما أنا ما كانش طيب يا ماما ما كانش عمل في كده لا يا حبيبي لا بصير الحقيقة حدبان وهنعيش زي ما كنا عايشين وحسن سيدتي وأستادتي يسعدنا أن نستضيف الأستاذ الدكتور محمد شعلان أستاذ الطب النفسي أهلا بك دكتور أهلا بك متام سوير تفتكر يا دكتور ما هو التفسير العلمي لمثل هذه التصرفات المتناقضة؟ هو أغلب هذه الحالات ممكن تنطبق عليها صورة الانفصال في الوعي اللي هو كان زمان بيسموه الهستيريا الانفصالية تبقى عبارة عن لحظات يبقى الانسان بيعمل حاجة وهو مش وعي بيها ويكاد الانسان تماما وبتحسب فينا بدرجات متفاوعة ولكن لما يكون المرض شديد أو الكبت شديد يبقى الحالة اللي يتفاصل بيها تبقى حالة شخص متكامل ممكن على السطح يبقى شخص طيب ومن كتر الطيبة اللي هي في الواقع طيبة نتجة عن كبت شديد جدا وخوف شديد جدا لما كان صغير تعرض لخبرات فيها عنف فيها اعتداء ربما فيها خبرات كنسية مؤلمة هذه الخبرات من كتر ما هي مؤلمة بيكبتها ومن كتر الكبت بينامي عكسها على مستوى الوعي ثم من كتر زيادة الكبت بتنموا هذه شخصية في الظلام لدرجة انه بيجي وقت وتنفجر في لحظات خارج تحكمه تماما وهو ما يبقاش واعي بيها وما يفتكرش اي حاج عنها وهل تعتقد يا دكتور ان شخصية زكي وهي موضوعنا النهاردة من الممكن ان ينطبق عليها هذا التفسير ممكن اه وممكن لا والمجتمع والله ايضا حرام 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 بعد ما جار الاجارة ورجالي تبو شاني أبر النوني العلق قدام عيالي ومراتي وسابوني بين الحياة والموت ورموني برا البيت زي أي كلب من كلاب السكك ربك الحاقام زاكي حسيت إن أنا مش بني آدم أني مش حاب لبيت ولا حقوق ولا قرامة دربت البيت مكسوف أبص في عشقه آلي دميت كراكيبي أنا والعال ونزل عبدوية قصت لموهات والطرب قلت حتى بتويني حتى بتويني يا حقي وقلت ما هي يا ريت الهمر يا ذنية اللي يفوت يوم والتاني ولا حد تعيين صائعة ومن وراش اللي تعيال فادة كيني حوتون أنا وعيالي اللي نيمين بين الأموال وبيخيروني يا المدفع عن كل عيال اللي اتنين ينافر الجمعة اللي نيمين بين الأموال اللي يفوتوني ويهينوني ويسردوني الدم غالف أعرفوني أعرضين بالأم والأم من الشراطي باية باية نفسي مصرخ وأقول الطاقة havens لأممن يعاني كردريا 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 صحيح تتكسٰ عني عبتع حتى كردريا عبتع عبتع تقتلي هم سايد ظلم الناس لي هو اللي صح الشيطان جواي وخليها نقتل ونزع من قلب الرحمة الناس هم اللي خلوني كده وليه تعوم على عوم الناس احنا عايشين وسطيهم اتفضل طول عمرك خايف منهم اتخوفهم اللعبة كده صاحبي بس انا مليش في اللعبة دي مشوارك اصعب من مشوارك ازكي انت دلوقتي عايش وعلى كدفك عبيت الوحش بس انا مش هو انا بريد شو رعلي يا عم سايد اعمل ايه هتعيش ازاكي زا ما هم عايزينك تكون عايزينك الوحش اللي بيخافوا بواهم منه خلاص تبقى انت الوحش اللي تجسد فيه خوفهم يعنيك بالطق شرار تبالك هيب ازاكي هبت الوحش وتلم الغلة اللي بتطلع من العنابل العنابل خلا كتير والفلوس فيها اقامة زي دنيتنا برا كل حاجة واي خدمة فيها بتمن بيدخل جبنا باطش العنبر دحاك ازاكي تمن قوتك وخوفهم منك تمن قوتك وخوفهم منك لازم يقول لك كرامات تتحاكى بيه هرب سايدينك ومن وقت الالتاني احكي للخلق حواليك تشبعهم وتسليهم وتزيد خوفهم منك احكي لهم عن هبك لأكل اللحمة الناية احكي لهم عن أول خناء ليه وزي يدك عدت من سادر الجدع ونافتت من فارض لازم يخافوا زمان الناس عبدت التعبان والنار وحاجات كتيرة كانوا بيخافوا منها موسيقى عليك ربنا يعلم انت وحشان يؤدي إيه والآن عليك انت وريضة أؤدي إيه لا يكوين ما تقلقش مراتت بميت راجل ربنا يا حميكي الظاهر ان احنا ما كلاش عايشين انا جوا السجن شفت دنيا بلد دنيا المصيبة ان كلهم هنا خايفين مني فاكرين ان الوحش بحقه حقيقه لا يا زاكي ما تقولش كده انت منتونا غير تنتهم يا اخويا اوه يا زاكي انت سيد الرجالة اه لكن مش مجرم مركبوني هنا ليه بس معلش يا زاكي شدة وتزول ياما في السجن مظالين انا بقيت تاهي علي مش عارف انا مين ولي دا بيحصل لها خايف اضعفها بأسورة من عم السيد اوه اتجاني لا لا يا زاكي لا يبقى اتفال يا مدام انا قابلت القضية صحيح والنبي يا بيه ومن النهار دا حبشرها بنفسي اله يسطرها معاك دنيا واخرها يا رب بس اه اصدك الاتعاب اعتبرها وصلت بشرط ايه هو؟ ما تدخلوش محامي تاني معايا في القضية بصراحة بصراحة انا مش مصدق نفسي لا صدايا يا مدام وحب اكلك من دلوقتي ان الوحش قصدي ذكي هيتصع براها ان شاء الله تايش متشكرة قوي قوي العفة يا فتر مع السلامة معقولة يا دكتور هتترافع في قضية زي دي دي هيا دي قضية العمر يا متر مفيش حد في البلد مش مهتم بيها وزاكي لو طلع منها المكتب ده هيشتغل نار والقضية اللي بناخد الاتعاب فيها خمس تلاف جنيه هنطلب عشرة ومعشرة هنطلب فيها خمسين حكمت المحكمة ببراءة المتهم زاكي محمد الطيب وذلك لعدم توافر الادلة وللتضارب الواضح في شهادة الشهود بشأن تحديد مواصفات المجرم المعروف باسم الوحش رفعت الجلسة انا مش به انا حجان يعني ايه زاكي يا بيت كل من خاد البراءة بريق ولا كل ما تدخل السكون موجر فعتي مانهو قتلك اهو عمري ما دخلت السجن يعني ايه كل الناس بيقولوا انه انه زاكي هو الوحش ده مكسيبة بسياحة طب والعمر دبرني انت شور علي دي مجاهلك وعشان تشور علي وتقول لي نعمل ايه نهيك ونفتاله نهيك ونفتاله لو رهجينا حيعتقنا ده مفتاري ويده طاية يلا بيت اهههههههههههههههههههههه على فين؟ حالا فين؟ مستاسمع مرات ونرجعها فين؟ وانو انت أبهل وكان انا مفتاكلي يا علي ايهكي بريق بحقي وحقيقه طبعا يهبت بريق ده إخوكي يا بيت ما تشاف بس الناس والجرايط والنزاعة وده كادرة بيقوله انه هو ما كانش ببادريان بالعمال اللي كان بيعمالها يعني ايه يعني زاكي عنده وشين وش شيرس ووش طيب لا لا اقدرك بجان ده زاكي جوزي وانا عارفا كويس لا بيهيش ولا بيهيش استاني يقولش اللي مليفت عليه وهو مزكي المتبع ومتهاية انه هو بيوت المعز هم يتلان يو ستي 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 يا مور عمسانة يا نريبو حبيبا يلا حم انتو هو شوية اذر ريب ابر رجالة انتو ما هو عصوه ايه يلا ههه تسميتو ببر رجالة ولا ايه طبا داب الرجال ويسيد الرجالة كلها كمان مور يا رابب هاي حبيب رابب الق Haeая طبعا يا حبيبة ليس ابوق خرجه براقه النهاردة لا انavian حافظه عش عن اسم ابي ابو رجال ايه ابو رجال اه الحار Austin ابو رجال ابو ابو رجال 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 أمزيكا! موسيقى معقولي. معقولي هقدرها قدامه. هو بص تاني في عينيه. اما لا نعمل ايه؟ هيدافل علي وعليه بابه. هسمع نفسه. وتقات قلبه. هيمفي ايده يلمسني. قدم وحشني. هقدم انا خايفة منه. انا اغلطت بحقك يا سيد الوجان. وطلب العقو والسماح. والنار بقى ما تخيرني رجل. وانا وانا من ايه تاكدير ايه تاكدير. لو طلبت روحي هقدمها لك. لو تبت معاين من عيالك هتباهض الوقت تحت رجلك بس سامحني. سامحني وانا بقى خدمك العمر كله. وانا وانا ما اضطلق الشقة من مجميعهم. وعلى النعمة. لو عايزك تبديك كله باسمك مع الاخر. وانا وانا مستعدة بارباط فاهدم جزم عندك. بس سامحني يا ابو الرجالة. خلاص بقى خلاص بقى. نشيب ابو الرجال عشان يستريع من اهله وناسه. تقومل بايش ايه يا سيد الرجالة. فضل تستريع. يلا يلا يلا. يا فضل يا سيد الرجالة. يلا يلا. يلا يلا. يلا. ها عزلاًا عزلاً عزلاياً. يهب إبون سامح تعمل. من القتالين العزاكي؟ الحمد لله على السلام يا زكي الله يسلمك عليك بحشتوني يا أبي أنا ما كنتش مزادة أن أرجع لكم تاني ملك عليك بحشتين يا ملك فيه فيه ملك زي ما كنت رألكو عفريد كنتش عزين نركب لقي بل حكاية بل غراركم الغرب لما يصدقوا أني الوحش معزولين لنهم يعرفونيش لكني انتي معقولة كن أنا الوحش ومجدريان عليك 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 ايوة زكي فيه للباب وتعالي اه؟ فيه للباب وتعالي حاضر بس اه اصلا اصلا ايه؟ بقولك فيه لباب وتعالي ما أنا حاجي قفل باب بس اشوف فيه حاجات حطها على النار يا أخويا انت حتى انتي عليها اتكت جد امي يلّا اقامل احتنييتو ايوك سيينة علي النعمة من المتاعت عالم اشوفه امي لله بيقوله بيقتر بكتون وبيبع عليها كينوس عمنا برج يا رف قدام عيني ايوة هياكلهم ايوة دول ضرب ايضو في الحط خلوا عذب بالناحية الثانية يا ربي إيه اللي بيحصل ده؟ بينا فرجة للكلب كم استكبتنا فيه ده كله يفضحتنا يفضحتنا أحمل الله عايزة حاجة ونراجع عليك؟ أنت رايح فيد رايح الشغل أنا بقرت أخد لك كم يوم أجازة أجازت إيه بس خلينا راح أشوف شغلي وكما الناس وحشوني طيب أشرب كبات شيء ولا كلك لقمة؟ في الموضة بقى السلام عليكم السلام ماذا بدأت؟